اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية السمرار تعزيز أوجه التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بما يسهم بالدفع بها إلى مستويات أكثر تميزا تعكس تطور ومتانة العلاقات بين البلدين وشعبيهم الشقيقين منويا بالعلاقات التي تربط البلدين وما وصلت إليه من تطور يأتي ترجمة لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة لترأس وفد بلاده في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة البحرينية الباكستانية حيث نقل إلى سموه تحيات فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس الجمهورية الباكستانية الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء وتمنياتهما لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والاززهار فيما أبلغه سموه بنقل تحياته لفخامة الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء وتمنياته لباكستان وشعبها كل تقدم ورفعه وقد عرب سموه عن الاعتزاز بمسار العلاقات البحرينية الباكستانية وما سجله التعاون بين البلدين من تطورات على كافة الصعد وبخاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية مؤكدا سموه أن التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتداعيتها يتطلب معانا تعاونا دوليا متناميا للتعامل معها من جهتي أشهد معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بدور صاحب السمو الملكية ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين منوها بما قدمته البحرين من دعم لباكستان في مجال التصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعيتها والذي يعكس متانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما ترجمة نانسي قنقر